اشتركوا في القناة وقد ولد هذا القديس بسنهوت من أب اسمه مقارة وأم اسمها حنة وحدث وهو يرعى غنم أبيه أنه ظهر له ملاك الرب وأراه إكليلا من نور وقال له لماذا أنت جالس هنا والجهات قائم قم امض إلى أتريب وجاهد على اسم السيد المسيح ثم أعطاه السلام ومضى عنه فودع والديه ومضى إلى الوالي واعترف أمامه بالسيد المسيح فسلمه الوالي إلى أحد الجنود ولما تسلمه الجندي أجر القديس أمامه آيات وعجائب كثيرة جعلت الجندي يؤمن أيضا بالسيد المسيح وينال إكليل الشهادة على يد الوالي فغضب الوالي جدا وعذب القديس بكل أنواع العذاب ولكن الرب كان يقويه ويصبره ثم أرسله إلى إنسنا فعذب هناك أيضا وفي الآخر قطع رأسه بالسيف فأخذ القديس يوليس الأقفاصي جسده وكفنه وأرسله إلى بلد سنهوت فتلقاه أهلها بالتزبيح والترتيل ووضعوه في الكنيسة وجسده الآن في شبر الخيمة صلاة فالتكن معنا جميعا آمين ترجمة نانسي قنقر